ما في مصر يا دكتور؟ أنا دلوقتي يعني ممكن أقولك بالأسماء نجوم في كرة السلة النسائية في كرة الطائرة النسائية في الباسكتبول لكن في كرة القدم مش حاسة أن فيه عنصر النسائي مميز أقدر أقول والله ده كابتن فلانة الفلانية في كرة القدم عليها العين واخداني ما بشوفها هقولك لي عارفة لي في الباسكت والفولي لأن الأندية الشعبية هي اللي فيها الفرق دي يعني إنت لو جتي شوفتي الأهلي عنده طبعا فريق باسكت فريق فولي بنات مهتمين بالنحية دي لكن ما فيش نسائية فأنت مش هتلاقي حد تحت الاسبوت أو انسبوت يعني لكن البنات لأ إنت عندك كبادر في مصر كتير بس هي الأندية الشعبية علشان الفكرة مش موجودة عندها أو ما عندهاش فرق نسائية ما حققتش نفس النجاح بتاع الباسكت والفولي لما دخلت اتحاد الكورة أولا فكرة أني إنت أصلا تدخلي اتحاد الكورة دي فكرة جات منين والله كان بعد الدكتور صحر الهواري كان فيه مقاعدين فاضيين في اتحاد الكورة وأنا كنت أعود جماعية عامية وكنت بروح اتحاد الكورة وبحضر اجتماعاتهم وبنتناقش مع المجلس القبل كده ونشوف إيه المشاكل بتقابل الكورة في مصر وإيه مشاكل الأندية وكت أنا طبعا ممثلة أندية الأقاليم لأني مش شرقية فكنت حاسة بمشاكل الأندية بتاعتنا يعني كنت أندية المظاليم والأقاليم فكنا قريبين من بعض مشاكلهم واحدة فمن هنا جات لي الفكرة أن أنا المكان موجود وفاضي وأنا كنت لما دخلت كمان منطقة الشرقية وبقت لي فيها خبرة واشتغلت في المجال الكورة النسائية فيها كمان ده حفزني أكتر كمان كان فيه ناس كتير قوي بتشجعني على الموضوع ده بصراحي إذا كان والدي إذا كان زوجي ساعتها برضو شجعني عليه كان فيه برضو من الشرقية اللي هو سروات سوية مشجعني على الموضوع ده فاللي هو ما كان مفيش كوادر نسائية كتير حابة تخش في الحتة دي خالص بني شوف نادرا جات تتقلم فمن اللي عنده الخبرة فقالوا يعني لي لأ وأنا بصراحة في درست الموضوع كويس اتكلمت مع الأندية روحت وبقى لي قلقات بهم وكده فحسيت أن الموضوع لي لأ من هنا جات الفكرة أن أنا أدخل يعني وللأسف لما دخلتي عاتي فترة قولية لأول نعم نحن نتكلم تقريباً في ست شهور آه ست شهور سبع شهور بص أقول لها هذك حاجة هو نصيب كل حاجة ولكن هي ظروف جات كده يعني إحنا لما دخلت في المتخابات التكملية تشرفتنا دخلت مع كابتن أحمد شوير ونجحنا في الانتخابات دي ودخلنا كان من أول ما دخلنا تقريباً إحنا قعدنا سبع شهور لا مش أكتر من كده آه ست سبع شهور آه بصدقت كده فكانت فترة قصيرة جداً علشان تدخلي إتحاد الكورة وتفهمي كل ملفاته وكل اللي فيه في الفترة دي كان صعب قوي ولكن أنا من أول يوم دخلت فيه بصراحة وأنا اشتغلت على أن أنا أفهم كل حاجة وأشوف المشاكل وحلها وكمان من أول جلسة كمان كان المهندس هنا بريدة ومجلس إدارة هم وكلوا إليه ملف الكورة النسائية اللي أنا أديره اللي هو نشاط أصلاً كان مجمد بقاله سنين كان مجمد بقاله كم سنة؟ نتكلم في كم سنة؟ يعني كم سنة من بعد دكتور صحر الهواري والله آه فعادة الفترة دي كلها كانوا مجمد آه من نشاط واقف مفيش مسابقات مفيش يعني كورنسائية ما كانتش موجودة طب عايزة